أقام الجامع الأزهر احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1082 عاماً على تأسيسه مر خلالها بالعديد من مراحل التجديد والتحديث وحضر الاحتفالية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أدويني وكيل الأزهر الشريف وكوكبة من كبار علماء وقيالات الأزهر الشريف في أجواء روحانية وإيمانية عطرة نظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1082 عاماً هجرياً على تأسيس الجامع الأزهر وهي الذكرى التي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام شارك في الاحتفالية كوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف إن احتفالنا اليوم بمرور 1082 عاماً على افتتاح الجامع الأزهر خير مناسبة للحديث عن تاريخ الأزهر ومكانته باعتباره مؤسسة وطنية ترسخ وجودها في وجدان الأمة وتأكدت بصماتها في جبين الزمان ويعد الأزهر الشريف بهذا الاعتبار جزءاً مهماً من تاريخ وطننا وأمتنا تضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم استهدفت التعريف بتاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة وأبرز شيوخه وعلمائه مع تقديم فقرات إنشاد وابتهالات دينية فإنه من يمن الطالع أن يأتي الاحتفال بهذه المدرسة العلمية وهذه المؤسسة الدعوية في هذا الشهر الفضيل أعاده الله تعالى علينا وعليكم وعلى الجميع من يمن والخير والبركات والمتأمل في تاريخ هذا الشهر ينظر إليه على أنه نافذة من نوافذ التغيير والإصلاح ذلك أننا إذا ما نظرنا عبر التاريخ الطويل نقف أن فتح مكة كان في رمضان وأن غزوة بدء كانت في رمضان وأن العاشرة من رمضان المجيد كان أيضا في رمضان وقبل ذلك كان القرآن الكريم الذي خص بالنزول في شهر رمضان قصة بناء الأزهر الشريف تعود إلى أكثر من ألف عام ومر خلالها بمراحل كثيرة عبر العصور من التجديد والتحديث إلى أن قرر المجلس الأعلى للأزهر في سنة 2018 باعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان من عام 361 هجرية يوما سنويا للاحتفال بدكر تأسيسه كل عام أحمد الحسيني التلفزيون المصري